اشتركوا في القناة برفعها طبعا هو فيه اكثر من سبب مع بعض اجو مع بعض اول اشي الوضع الصحي هذا واحد شوي كان فيه تعب واضطريت ان اخذت ادوية ثيلة ومسكنات قوية جدا فاضطريت انه يعني النوم هذا واحد اثنين حتى لما صحيت زارني عطارد واثره سلبية فسجلت الحلقة وجهستها وعلى اساس انه الامور تمام ولكن للأسف الشديد طلعت بسجلش طلعت بحكي مع حالي فما زبطتش الامور معي ولما سجلت فصل النت تماما واضطرينا لحديث مع انه ترتبت الامور لتسجيل النت او تشغيل النت وقدرت اني انا الحق رفع الحلقة فعشان هيك هاي كل الامور اللي صارت معي يعني صحيا شوي ما زالت الامور فيها نوع من انواع الكركبة ولكن ان شاء الله انه يعني بتمذر الامور هذا شيء صارنا الكل صار متعود عليه يعني طيب خلينا نروح على الاسئلة قبل ما ندخل على توقعاتنا اليوم اليوم كمان غير التوقعات فيه عندنا انتقال المريخ اللي رح ينتقل لبرج الاسد رح نحكي عنه ونحكي عن آثاره وتأثيره على جميع الابراج وفي نفس اللحظة خلينا نجاوب الآن عن بعض الاسئلة زي ما تعودوا الجميع طبعا اللي ما بيحب يسمع الاسئلة والاجوبة والمعلومات يعني مش ضروري انه يسمع الحلقة كاملة عادي يمشي هيك ويروح يسمع الابراج يعني نعتذر منكم لانه شوي منرغي زيادة عن اللزوم احنا في المقدمة بس فيه ناس بهمهم الرغي هاد اللي بنزعجه من الرغي والكلام اللي بشوفه ما قالوش فايدة او مش مهتم في هذا الموضوع يسمع برجو شاف انه الموضوع كله على بعضه ما بيعني عادي يعمل بلوك وما يتابعني برضو نرحب فيه كمان تنساش تحب ديس لايق قبل ما تطلع يعني على اساس انه برضو تعملي تفاعل على القناة اه طيب خلينا نشوف الاسئلة ونشوف اول سؤال ايش معناها اول اشي صباح الخير دكتور ايش رحلنا دكتور لما تكون شمسه في البيت السابع هل صحيح بيكون شريك قوي وعنيد هل الو ارتباطين بالحياة طيب اول ايش انا ما فهمتش السؤال ولكن هو تلقائيا اي برجين متقابلين يعني نحكي حود وعذراء اسد دلو عقرب ثور ممكن كاصدقاء بتوافقوا مع بعض يعني كمعارف واصدقاء بصير فيه نوع من انواع التوافق ما بينهم ولكن بصير خلاف انه مين بدي يسود على الثاني فهاي بتسبب مشكلة الان كزواج العلاقة بتصير فيها نوع من انواع الضعف كنسبة تقابل احنا بنسميها ما بين الامراج ضعف بصل لنسبة على طول احنا بنعطيه خمسين لستين في المية ضعف الا في حال الكواكب الاساسية اللي هي القمر زهرة مريخ شكلوا زوايا ايجابية ما بينهم وبين بعض منقول العلاقة ناجحة ولكن اذا ما في تشكيل منقول العلاقة فاشلة لانه بتختلف طباع الشخصين اما مسألة انه الزوج الشمس انها موجودة بالسابع وهي بتدل على انه بتزوج مرتين لا عادة اللي بتزوجوا اكثر من مرة طالعهم بكون جوزاء عذراء وقوس يعني بكل بساطة هاي بس مجرد انك انت تشوف انه طالعوا هيك بيكون عنده ارتباطات اكثر من مرة ممكن خطبة مرتين او مرة وبعدين يتزوج شخص تاني او يتزوج مرتين يعني هيك بتكون بالنسبة الغالبة اللي بيدعمها اكثر هي تواجد بعض الكواكب اللي بتساعد على هذا الموضوع اللي هي مثلا زهرة بتكون موجودة بتشكل زاوية مع عطارد عطارد في احد البيت مثلا السابع تبعوا بيكون او طالعوا بيكون فهذا بشجع على انه يكون مزوج سؤال ممكن الرد من فضلك يعني ايش نشوف انتحاس الكواكب ونتجنبها يعني ايه نشوف انتحاس الكواكب ونتجنبها لو شخص عنده البيت السابع منتحس وملوش جواز ولا ارتباط شغل يتجنبه ازاي المشاكل اوكي ولو شخص عنده المريخ منتحس وتعرض لحوادث كثيرة في جسمه يتجنبها ازاي برضو اوكي والزاي ما فيش علاج لانتحاس الكواكب اوكي طيب ناخد شق شق او قسم قسم يعني ايش انتحاس الكواكب ونتجنبها يعني بمعنى اخر لما بصير في انتحاسي او كوكب نحيس بدخل على البيت عادة انا بعطي تحذيرات بقول له انتبه من القيادة انتبه من الام اسفل الظهر انتبه للي عندهم مشاكل بالقلب او عندهم مشاكل بالصحة انتبه يعني انا بنبه فمعناته احتاط فهيك انت بتتجنب انتحاس الكواكب ماشي تسوي شوي شوي ما تعملش سرعة باثناء قيادة السيارة تعملش حوادث انتبه طبعا القدر واقع لا محالي لا انا ولا انت ولا اي شخص بقدر يمنع قدر الله اذا مكتوب للشخص هذا يصير معاه حادث او يمرض او يدخل المستشفى ولكن انت وظيفتك تحتكم للعقل وتاخذ بالاسباب هذا جانب طيب لو شخص عنده البيت السابع منتحس وملوش جواز زواج وملوش ارتباط يعني شغل هاي مشكلة صحيح بس برضو ربنا ما بيقطع الامل من هاي الامور فعشان هيك في دورة فلكية بتخلي الشمس تيجي على البيت السابع تفتح مجالات للارتباط القمر بيجي على البيت السابع بفتح مجالات للارتباط الزهرة كوكب الحظ الأصغر بيجي على البيت السابع بفتح مجالات للارتباط والمشتري بيجي على البيت السابع وبفتح مجالات للارتباط ولو كان كوكب منتحس زي المريخ وشكل زاوية إيجابية ما بينه وبين الزهرة مثلا أو ما بينه وبين القمر أو ما بينه وبين المشتري بفتح مجالات للارتباط ولكن عليك أنك أنت تكون أساساً بتطلع وبتشوف الناس وبتجامل الناس وعندك قابلية لهذا الأمر ومقنع نفسك أنه أنت جاهز للارتباط فربنا بيسر الأمر اعقد النية على الأمر وما تتشاء من الأمر يعني خذ برضو بالأسباب إيجا النصيب ربنا كاتب ما إيجا النصيب ربنا مش كاتب ولكن أنت عليك تأخذ بالأسباب وما تعيش بالإحباط هذا واحد لو شخص عنده المريخ منتحس ماشي المريخ منتحس وين في كل البيوت يعني منتحس في البيت السادس بيجيب له علام ظهر ولكن المريخ مش طول السنة منتحس ومش بكل السنة موجود في البيت السادس ومش في كل السنة بشكل زوايا سلبية ومش في كل السنة رح يجيب لك مشاكل صحية طيب معناته في أوقات بقدر أنا أبحث عن العلاج لما أنا بصير عندي في البيت السادس برضو الكواكب السعيدي هاي وبتشكل زوايا بروح أنا عفيها على دكتور أو براجع طبيا بابحث عن العلاج لأنه بتصير فرصة للشفاء أو للعلاج أعلى بالفتراء فمعناته في فرص أنا أطلع من الانتحاسي بس في ناس ما عندها صبر لحل الانتحاسي بدها اللي هي على طول وعلى طول معناته هو فريسة للمصابين والمحتالين خذ الحجر الكريم علق هاي الخرزة ولع لك عرق زتون أعمل وبيعمل طقوس وفي نفس اللحظة بضيع الأشياء الإيجابية اللي ممكن يستغلها وتكون لصالحه وبرضو تفتح له أبواب ممتازة يعني مثلا واحد ما بتتزوج علاقاتها الاجتماعية مش ممتازة ولكن إنه دخلت الزهرة على بيت العلاقات بيت الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية تروح تعمل علاقات الاجتماعية تزور الناس تتضايف تحضر مناسبات ممكن من خلال هذا المكان يصير لها علاقة ارتباط أو يشوفوها الناس ويعجبوا فيها يصير هاي فرصة زواج دخل الزهرة على البيت التاسع إلو علاقة في أمور إلها علاقة بالجامعة إلها علاقة بالأكاديميات إلها علاقة بالدراسة إلها علاقة بالأمور هاي ممكن أنا من خلال الجامعة يجين الارتباط أو من خلال أكاديمية أو معهد يعني بمعنى آخر استغل الفرص وينما بيوجهك أو بتشوف الأبواب إيجابية اتحرك باتجاهها مش بقولك إنه روح ورح تلاقي العريس في الطريق باستنى فيك بده يشبط فيك ويروح معك على البيت معناته أنا بكذب عليك وبجاملك وبنافقك وفين الآخر أنا بدي أدخلك في نفس الصيغة هاي اللي هي الإحباط اللي هي صيغة المحبط اتحاولي إنه ما يأثر عليك الإحباط أنت اللي بتصنعي حياتك ما حدا بصنع لك حياتك وكمان رب العالمين إلو حكمة بإنه يعمل أشخاص تختلف عن أشخاص وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات مش بس في الدين وفي العلم وفي المكانة وفي الزواج وفي الخلفة وبالصحة وبكل إشي فلا تقنطوا من رحمة الله سؤال عفوا من فضلك دكتور هل صحيح إنه لكل برج ما يناسبه من مهن أو حرف يدوية أنا صغيري برج حوت وطالع السرطان كان بيكره المدرسة من أيام الروضة وأنا بمعاناة لحد الآن مش حابب للمدرسة وعنده مشاكل استرحان وإلى ما لا نهاية والتعليم طيب أنا أعطيكي ملخص أول إشي الحوت هو كوكب خيالي ماشي والسرطان كوكب عاطفي فهدونا النقطين أساسيات فعشان هيك هذا بدو يحب الشيء اللي بدو يعملوه تحببوه في الأمر ممكن بيعاني من شيء معين أو من ضغط معين هدولة بدهم يعني نوع من أنواع السياسي والدبلوماسي في التعامل والعاطفي على أساس يحبوه يعني تحببوه في موضوع الدراسة طيب أول إشي بالنسبة للمهن هي فعلا كل برج إلوه مهن فأرح أذكرها سريعا هيك عشان الكل يستفيد منها لأبناءهم أو للي بدرسوا على مقاعد الدراسة أو بدهم يتخرجوا يدخلوا جامعات ممكن يستفيدوا منها يعرف يوجه ابنه بأي اتجاه أو بنته بأي اتجاه في مجالات بتتناسب مع برجه أو طالعه فبتكون يعني حقق إنجاز أو رح يحقق إنجاز بالشيء اللي رح يتعلمه ورح يفيده هذا الشيء على كبر ويكون له نصيب منه بالنسبة لبرج الحمل هدولا ما هم معروفين عندهم القيادة القيادة في المجالين السياسي والعسكري يعني هذا لو راح على الجيش أو اشتغل في أجهزة أمنية أو درس علوم سياسية واقتصاد أمور إلها علاقة بالقانون هذا بيكون مبدع برضو إلهم علاقة في مجالات الطب لا سيما تخصصات الجراحة أي تخصص بالجراحة هدولا بنجحوا فيه العمل كأمور مثلا بدك تعلمه حرفة يعني ما بدك دخله على الأمن يشتغل في مجالات الإطفاء الإطفاء الحرائق لأنه هدولا مقدامين اللي هو الدفاع المدني احنا منسمي عنا أو في مجالات اللي إلها علاقة بالعمل اليدوي اللي بيشتغلوا في الدواجن في اللحوم الجزارين الشغلات اللي زي هيك لأنه هاي بتعطيهم نوع من أنواع الرغب القوي جدا وبينجحوا فيها من ناحية التجارة ومن ناحية أعمالهم لأنه المريخ بيدعمهم في هاي النقطة طبعا في ناس رح تضحك علي إنه كيف هاي طب ما في ناس ناجحين في مجالات كذا أركز على طالعه بتلاقي إنه طالعه هو اللي بتحكم فيه اللي برجه الثور وطالعه الثور هذولا بينجحوا في أشياء العلاقة بتربية وبيع الزهور العمل السينمائي والمسرحي التلفزيوني صاحب بوتيك للألبسة الصرافة الصياغة هاي المجالات اللي بيبدعوا فيها بالنسبة لبرجهم الجوزاء وطالعهم الجوزاء هذولا بينجحوا في مجالات الصحافة التحرير المراسلة الإذاعية والتلفزيونية الترجمة العمل في المجال البريد وشركات الهواتف الاتصالات على أنواعها وهندسة الإلكترونيات أما بالنسبة لموليد برج السرطان واللي طالعهم السرطان هذولا بينجحوا بإدارة الفنادق والمطاعم الأشتغال بالعقارات علم الآثار دراسة مادة التاريخ وتدريسها الأمور اللي إلها علاقة بالتصوير اللي برجهم الأسد وطالعهم الأسد هذولا على شغلات إلها علاقة بالصيانة أو الذهب الألماس الأحجار الكريمة الميكانيكيات بأنواعها العلاقات التجارية العامة يعني في هاي الأمور كلها هم قياديين فيها بالنسبة للعذراء والبرج والطالع هذولا بينجحوا في مجال الطب النشر الكتابة التدريس الإنتاج الغذائي خاصة للأطفال والحيوانات أما بالنسبة للميزان واللي طالعهم الميزان القضاء المحاماة الأزياء الفنون السلك الدبلوماسي التصميم التمثيل السينمائي والمسرحي أما بالنسبة للعقرب العقرب برج وطالع هذولا بينجحوا في مجالات العقارات كل ما يتعلق بالعقارات كل ما يتعلق بشركات التأمين أو التأمين بالعمل بالبورصة برضو بينجحوا بشكل كبير يعني الأمور المحاسبية برضو بتنجح معهم برج القوس واللي طالعهم قوس شغل مكاتب سفر مضيفين طيران الأمور الدينية والفلسفية الدراسة في الأمور الجامعية التدريس الجامعي تربية الخيول الصيد برضو الأمور اللي إلها علاقة بالرياضة برضو بنجحوا فيها أما بالنسبة للجدي واللي طالعهم جدي المجالات السياسية مكاتب الضريبة الأمور اللي إلها علاقة بالعقارات وبرضو بنجحوا في الأمور اللي إلها علاقة بالمحاسبة ولولا حق بتلاحظوا تجدوا كثير من موليد برج الجدي بيشتغلوا في نطاق الحسابات والمحاسبة أما بالنسبة لموليد برج الدلو اللي طالعهم دلو مكاتب السفر السياحة الكهربائيات أو الكهرباء صحافة إذاعة تلفزيون المجالات الاختصاص اللي هي تصوير الأشعة الطبي زي أشعة إكس والأشعة هاي اللي هي التصوير الإشعاعي أخصائي أشعة بمعنى آخر برضو اختصاص أعصاب بنفع معهم شغل بمجال الهواتف وصيانة الهواتف أو التصنيع الحواسيب الكمبيوترات أو الصيانة أو التصنيع أو التكنولوجيا ككل وأمور الطائرات برضو كقيادة أو أهندس الطيران لأنه هم بيحبوا الابتكار وبحبوا الشغلات اللي فيها نوع من أنواع الصعوبة وتشغيل العقل والأشياء الدقيقة أما بالنسبة للحوت واللي طالعهم حوت هدولة بنجحوا في مجالات طب النفسي الصيدلة تمريض شؤون اجتماعية فنون تصوير الأمور اللي إلها علاقة مثلا هاي مش موجودة إلا بالدول اللي فيها بحار زي صيد الأسماك اللي هو التجاري دوائر المياه أو الأمور اللي إلها علاقة بالمياه أو الهندسة أو الأمور اللي إلها علاقة بالنفط أعتقد أنه بكفي هيك يعني كثير إحنا جاوبنا أسئلة فخلينا نروح على توقعاتنا اليوم ونشوف طبعا توقعاتنا اليوم هي يوم الجمعة الجمعة مباركة يعني نسينا في بداية الحلقة نبارك لكم بهذا اليوم الكريم 11 حزيران القمر اليوم رح ينتقل من الجوزة رح ينتقل للسرطان القمر موجود في منزلة الذراع الآن وهي جيدة وصالحة لكل شيء ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة 27 و 22 دقيقة من ساعة الصباح صباح يوم الجمعة لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة النثرة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج طبعا القمر حكينا أنه لما بيكون موجود بالجوزة وهو موجود لغاية ساعات الصباح في الجوزة فتأثيره أنه بالفترة هاي برضو مننشط في اتصالاتنا منشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي طبعا إحنا الآن بدأنا في مرحلة خلو المسار أو هي يعني ساعة بسيطة من بعد بث الحلقة رح ندخل في مرحلة خلو المسار ورح تستمر أو يستمر خلو المسار للساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة صباحا هو بيبدأ الساعة خمسة وسبعة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني بعد موعد بث الحلقة تقريبا بساعتين ولكن إنه برضو هو رح يستمر لغاية ساعات الصباح للساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة صباحا وهذا بيعني إنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إثمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا فيه فترة خلو المسار فيه عندنا زاوية رح ترجع تتشكل مرة ثانية ومرة ثالثة يعني هاي تعتبر المرة الثانية لإلها هي زاوية اقتران إيجابية بطيئة بين الشمس وبين عطارد طبعا عطارد لأنه بتراجع رجع شكلها مرة ثانية وهاي رح تكون فيه تمام الساعة وحدة واثنين وعشرين دقيقة واثناشر دقيقة صباحا دائما عند هذا حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضية علمية صعبة وبيتعذر او تعذر فهمها بالفترات الماضية وبرضو بيزداد التوجه لإجراء اتصالات او تنقلات او سفريات ضرورية ولكن انه اللي بيصير عندهم هذا الشيء او بيضطروا لهذا الشيء بدهم يحذروا على الطرقات الفترة هاي وينتبهوا وما يتسرعوا ويتفقدوا سياراتهم او وسائل النقل قبل ما يطلعوا فيها طبعا القمر زي ما حكينا انه رح ينتقل ويستقر في السرطان الساعة سبعة واثنين وعشرين دقيقة صباحا فعشان هيك بتغير مزاجنا بنشعر بهاي الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان النا ولا احبانا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صورة ذكارية في الوومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه في الفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الطعام اكثر من المعتاد علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه بتكون حسسيتهم باوجهة فممكن يتحسسوا او يعني يصير في زعل عندهم موسعنا بالفترة هاي الاهتمام بمسائل الها علاقة بالعقارات وزراعة نبت ما او شجيرة الانتباه اكثر لاطفالنا وقضاء وقت ممتع في البيت طبعا بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتهاء من خلو المسار والانتقال هي زاوية تثليث ايجابية وهاي رح تكون بين القمر وبين المشتري ورح تكون في تمام الساعة 11 و27 دقيقة ظهرا بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كانها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا رح يصير في انتقال المريخ بعد هاي الزاوية يعني هاي بتكون الساعة وحدة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد الظهر الانتقال طبعا رح يكون من السرطان للأسد يعني من برج ماي لبرج ناري ورح المريخ يظل في حركة أمامية ورح يستمر مكوته في برج الأسد ليوم تسعة وعشرين سبعة لساعات المساء خلال الفترة المذكورة بشعروا موليد برج الأسد طاقة ونشاط جراءة رغبة جنسية زيادة بيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج النارية الأخرى زي الحمل القوس والأبراج الهوائية اللي هم الجوزاء والميزان والدلو واللي بيولد وعنده المريخ موجود في برج الأسد طبعا من صفاته هذا الشخص لما بيكون مريخه بالأسد لما بنولد بيكون قيادي ما بيخشى المنافسة الشريفة بيهمه الحصول على مركز قوي في المجتمع جدير بالذكر أنه مع انتقال المريخ من برج لآخر بيحمل معاه غالبا شحنة من العنف والحوادث وهذه المرة قال أنه على برج ناري فبتزداد أو تضاعف الأمور اللي لها علاقة بالحرائق بالتفجيرات بالعمليات الإرهابية طبعا لو راجعته خلال الثلاث أيام الماضية من وعب بث الحلقة بتلاقوا أنه نسبة العنف زادت وخصوصا اللي لها علاقة في الأمور هاي أو التهديدات للأمور هاي وبرضو رح تستمر هاي كمان تقريبا ثلاث أيام قادمة طبعا كل الأبراج رح تتأثر كل برج على حسب يعني برج الأسد شو بكون له أو شو البيت أو عدد البيت أو عدد البرج تاعه فعشان هيك رح نذكر الأبراج بالتحديد إيش اللي رح يتأثروا منه أو إيش اللي منحذرهم منه من تواجد المريخ في برج الأسد بالنسبة للحمل طبعا هنا منقولهم عدم المبالغة في تجربة الحظ المالي وخصوصا بأمور لها علاقة بالحضوض زي الأوراق الينصيب أو المراهنات وعدم الاندفاع في العلاقات مع الأحباء بالنسبة لموليد برج الثور واللي طالعهم ثور الحذر داخل المطبخ من النيران والأدوات الحادة لأنه بتركز على البيت فهم عرضة لبعض الأشياء إذا ما كانوا مركزين بشكل جيد أما بالنسبة للجوزاء واللي طالعهم جوزاء في أمور إلها علاقة بالسفر داخل المدن أثناء قيادة السيارة وبرضو أثناء علاقتهم مع الإخوة أو الجيران من العصبية والمشاكل أما بالنسبة للسرطان من جهة ممكن تتوفر لهم فرصة لمكسب مالي ولكن من جهة أخرى بتتصاعد عندهم النفقات أكثر من المعتاد بالفترة وبرضو ممكن يتسرعوا في مشاريع أو أشياء معينة وتكون مش لصالحهم بالنسبة لموليد برج الأسد هم أكثر المستفيدين من نشاط والجراءة ولكن ممكن يندفعوا في تصرفاتهم أو يكون عندهم قبل ما يدرسوا الشغلة يتحركوا وتكون النتائج مش مرضية بالنسبة للعذراء بدهم يحذروا من أشخاص بيتآمر عليهم من وراء الكواليس وما يدخلوا أماكن مجهولة بالنسبة للميزان بدهم يحذروا أثناء تعاملهم مع الأصدقاء وبرضو من بعض الأصدقاء اللي ممكن ينكشفوا بالفترة القادمة بالنسبة بالنسبة للعقرب بدهم ينتبهوا أثناء علاقتهم أو تعاملهم أو بالعلاقة ما بينهم وبين المسؤولين وخصوصا المسؤولين عنهم في مجال العمل أما بالنسبة للقوس بدهم يحذروا في أمور تتعلق أو كل الأمور اللي بتتعلق بالسفر بين المدن وبدهم يبتعدوا عن الأماكن المجهولة أو الأماكن اللي ما بيعرفوا فيها اللي عندهم برضو امتحانات جامعية بدهم يديروا بالهم من التسرع أثناء تأدية الامتحانات أما بالنسبة للجدي بالأمور المالية المشتركة والأموال اللي إلها صلة بالضريبة والتأمين أما بالنسبة للدلو في الشراكة الشراكة المالية والشراكة العاطفية وعلاقتكم ما بينكم وبين الأزواج وبرضو ما تدخلوا بصدامات أو مشاكل ومع أشخاص لأنه بالفترة هاي عصبيتكم ممكن نتأثر عليكم أما بالنسبة لموليد برج الحوت فهاي بتأثر في العلاقة ما بينهم بين زملاء العمل وبدهم يتجنبوا رفع حاجيات أو أوزان ثقيلة عن الأرض طبعا القمر بما أنه موجود في برج السرطان فخلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد 13-6 يبدأ في تمام الساعة 11-15 دقيقة قبل الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة 6-22 دقيقة مساء لا ينتقل بعدها القمر لبرج الأسد أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر الجديد الهلال عمره يوم في تمام الساعة 3-2 دقيقتين صباحا بيصبح يومين نسبة الإضاءة بتصير 3% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21-6 سعيد بنسبة 5-50 في المية القمر في الجوزاء وبدو ينتقل السرطان حتى يوم 13-6 سعيد بنسبة 70% ولكن ما زال تأثيرات الكسوف موجودة والتحذيرات اللي حذرنا عليها بتكون ظلوا منتبهين إلها بالنسبة العطارد في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 22-6 منتحس بنسبة 15% الزهرة في السرطان حتى يوم 27-6 سعيد بنسبة 30% المريخ في السرطان وفي الأسد حتى يوم 29-7 طبعا اليوم هو سعيد بنسبة 45% إلا أنه تأثيرات الانتقال زي ما حكينا برضو بتكون تأخذوها بالحسبان أنها هي في أوجها المشتري في الحوت حتى يوم 26-6 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 40% أما بالنسبة لأورانوس في الثورة حتى يوم 28-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع نبتن في الحوت عفوا ما بيتراجع رح يبدأ تراجع يوم 25-6 ولكن بلشت يبطأ بالتحرك عشان هيك آثاره السلبية بلشت تأثر ولكن لمازل سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بيظل النشاط مسيطر عليكم اليوم كمان لليوم الثالث على التوالي برضو رح يكون عندكم تنقلات واتصالات وحوارات نقاشات اليوم كثيرة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتفضلوا تركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية أهم شيء إنك ما تتهرب من المسؤوليات حتى ولو كانت المسؤوليات كثيرة حاذر من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك من أفراد العائلة أهم شيء إنك تنظم جدول أعمالك ونشاطاتك الأعباء عندك كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة خلال هذا اليوم برج برج الثور وعزز علاقاتك ابحث عن التوافق والانسجام بكل جراءة ممكن تضطر لدفع مبلغ طارئ من المال أهم إنك تحاذر من إهمال الوضع الصحي وتتجنب الإرهاق أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات قدر الإمكان نظموا الأبساط ما تسمحوا لها بالتراكم فكر بمنطق وعالج الأمور الطارئة فورا ممكن اليوم تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وهذا اللي أنا بنصح فيه وممكن اليوم لقاءاتك هيك يكون فيها نوع من أنواع الدعم لا إلك برج السرطان كل التعب هذا اللي أنتم حاسين فيه والتراجع اللي حاسين فيه خلال اليوم ولغاية ساعات الصباح طبعا هذا كله ببدأ يتلاشى كل ما اقتربنا لساعات الصباح من ساعات الصباح بتمتل أنشاط وحيوية ممكن اليوم تعيش لحظات شيقة وحافلة بالأخبار والتطورات وممكن تتلقى إشارة أو تبدأ بتنفيذ خطتك اليوم بتستعيد حياتك رونقها وحيويتها برج الأسد طبعا أنت مقدم على أيام شوي ضاغطة بسبب تواجد القمر أو انتقال القمر اللي رح يصير في السرطان بيت متاعبك عشان هيك بيضل النشاط الاجتماعي وفرصة لإنجاز أعمالك لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا رح تدخل فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم وبتسجل هاي الفترة نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ كثير من الأشياء الضرورية بالفترة هاي حاول أنك الأشياء اللي بين إيديك بس تحاول تنجزها اتخلص بهاي الفترة من عاداتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية وحاول أنك تدير بالك لأنه الفترة هاي فيها كثير تأخير برج العذرة حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل لغاية ساعة الصباح من ساعة الصباح رح تنشطوا ما بين الأصدقاء ورح تشوف الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة أكثر بيطمئن بالك لحصد الدعم والتأييد خلال هذا اليوم وبتفيدك الاتصالات واللقاءات بشكل كبير أهم مش أنك تلطف الأجواء وحاول أنك تترجع العلاقات أو تعيد العلاقات لطبيعتها خلال هذا اليوم برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد لغاية ساعات الصباح ما في مجال المغامرة ولا للحضوظ أما بالنسبة لساعات الصباح من بعدها بتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل نظم وقتك بشكل جيد وكون مواضح في أولوياتك ما تدع أحد إثير انفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات فأنت تتمتع بسرعة خاطر وذكاء حد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بيصلكم خبر سار من بعيد أو اتصال خارجي هاي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع عندك المعنويات وبتقوى الحدود ممكن تسافر أو تشترك بمؤتمر مثمر بالفترة هاي ومفيد بالنسبة لك وبيكون لك برضو اتصال بعيد مع أشخاص أو بتدعع مواقفك بشكل كبير حتى اللي بيشتغلوا في مجال الدراسة أو الجامعة برضو بيستفيدوا بشكل قوي ممكن تلتقي ببعض الأشخاص حول طاولة حوار للتفاوض وبرضو عندك القدرة أنك تعالج كثير من المسائل هذا النهر برج القوس بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة حتى ساعات الصباح ولكن من ساعات الصباح بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليون والصبر بانتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل أولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق في التفاصيل قدر الإمكان برج الجدي وصلوا وصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا بتتغير الأجواء بتنجحوا بتعزيز شراكاتكم هاي فترة يعني فيها نوع من أنواع الصعوبة لأنه بتثقل خلالها الهموم والمسؤوليات لأنه طاقتك بتكون ضعيفة أهم إشي إنك تتجنب ردات الفعل العنيفة الفترة هاي سيئة بتهدد بنوع من أنواع المخاطر والمشاكل والحوادث هذا الإشي يعني بيخليك مضطرب أو مرهف الحس ممكن تشعر ببعض الارتباك والغضب بتتمتع بطاقة كبيرة اليوم رغم كل هاي الضغوطات برج الدلو ما بيتخلى الحض عنكم عاطفيا وماليا طبعا هذا الإشي بظل مستمر لغاية ساعات الصباح تقريبا بعدها بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم بدك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم أو الأشخاص اللي حواليك بتستعيد كامل حيويتك وبتدور الأحداث معك بسرعة اليوم وممكن يكون فيه نشاط أو تمارس عملك بحماسة عالية جدا ولكن بدك تدير بالك من أي اضطراب صحي أو أي عارض صحي إذا شعرت بأي شيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الحود طبعا بيظل التركيز كله إلو علاقة بالبيت والعائلة وبستمر الموضوع هذا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم الفترة هاي فيه نوع من أنواع الحظوظ فيه نوع من أنواع الأمل بتلاقي البهجة تغيرت عندك أو صار فيه بهجة عندك وبتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاول معالجة الأمور بروية مبتعد عن التعقيدات فعشان هيك الفترة هاي استغلها بكل الأمور اللي إلها علاقة فيك وفي الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء